أهلا وسهلا زي حضراتكو عاملين ايه كله تمام طبعا احنا النهاردة هنبدأ بالكلام في حاجة كنت عايزة تكلم فيها امبارح وما تكلمتش وكنت عايزة تكلم فيها اول امبارح برضو وما تكلمتش وحاجة دايما انا ببقى مهتم بيها وبتبقى بالنسبة لي كده عاملة زي مقطوعة الموسيقى ألا وهي شروح لو صح التعبير بس طبعا مش شروح أريستو يعني لكن هي شروح في الاقتصاد لو صح الكلام شوف انا وانت وغيرا من المواطنين اول حاجة لما نيجي نقول تيجي تسأل لي مثلا نقول تقول لي ايه انت عايزين البلد فهروح اقول لك انا عايز ايه غير لقمة العيش عايزين ناكل كويس نشرب كويس داخل عالم مدرسة نجيب لهم لبس كويس نسكن في حتة كويسة الى اخير وده حقك مية في المية ماشي الكلام طيب وهتيجي تقول لي يا سلام كده لما الاسعار تنزل وتتضبط عشان الحياة تبقى اسهل هقولك برضو هو حقك مية في المية ومين قالك ان ده مش من حقك ومين قالك انه كمان الدولة طول الوقت مش بتسعى انه ده يحصل انا اتذكر كويس انه كان من حوالي شهرين تقريبا اه اظن شهرين في العاصمة الادارية الجديدة والرئيس قال انا لو في ايدي قدي المصريين في الشهر بالتلاتين الف جنيه انا بحاول كويس طيب بنحاول دي يعني ايه انت لازم تبقى فاهم يعني ايه الدولة رئيس الدولة اجهزة الدولة مؤسسات حكومة بوزارتها بتحاول بس علشان تقدر تحقق الاحلام البسيطة الرائعة الجميلة المقبولة اللي انت عايزها واللي هي عادية خالص اللي متعلقة بالاكل والشرب واللبس والمدرسة والسكن والحياة تبقى هادية ولطيفة وظريفة لازم تحلم بس شوية بالمستقبل لانه لو انت ما شفتش المستقبل قدامك واضح هينقطع عندك هذا الحلم انت ازاي تحلم وانت ما فيش قدامك معطيات طيب مش عايزين فلسفة بمنطقة البساطة انت بتشوف يوماتي على تيك توك وبتشوف يوماتي شوية بوستات بتنزل على فيسبوك وبتشوف يوماتي شوية تغريدات بتنزل على تويتر متعلقة بالوضع الاقتصادي الصعب الشديد اللي في مصر ومصر وقعت والاقتصاد نهار والحق يا رجالة شوف الوضع صعب اه مصر وقعت لا الحق يا رجالة لا مش حاجة اسمها كده يجي يقولك انظروا الى القروض طيب ممكن قبل ما نيجي نتكلم في قصة القروض وقبل ما عمل لكم شروح ارستو في الاقتصاد او شروح يوسف في الاقتصاد اللي نشرها بالتحديد المركز الاعلامي ليس اجتهادا مني غير ان انا هبسط قدر الامكان لكن ده اللي عايز اقوله لك واحد علشان نقول الدين العام ونعرف ايه الدين الخارجي وايه الدين الدخلي ويعني ايه الركود الاقتصادي ويعني ايه الركود التضخمي لازم نبقى احنا الاول فهميا انه كل دول العالم مديونة كل دول العالم دون استثناء هيجي واحد يقولك ايه مش زينا هجي اقوله بمنتهى البساطة هو انت عارف حجم الدين بتاع فرنسا بالمقارنة بالنتج القومي الاجمالي قد ايه يعني ما يتوجب سداده من اصل زائد خدمة قد ايه اكتر من 85% ومن سنتين كان تقريبا 104% ده بالمناسبة يعني امريكا 98% دي حدوتة تانية خالص وامريكا بالمناسبة اكبر دولة مدينة على مستوى العالم يعني بس مش دي القص اللي انا عايز اقولهولك انه مسألة الدين الكبير ده عمره ما بيبقى مشكلة غير في حالة القدرة على السداد او لقدر الله عدم القدرة على السداد طيب يعني ايه عدم القدرة على السداد يعني ما عندكش نمو فييجي هنا السؤال عندك نموة ولا ما عندكش ففترة الكورونا حققت نموة 3.18 فانت كنت الاقتصاد الاعلى نموة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التوقعات الجديدة ان انت هتحقق نموة تقريبا من 5 ل 5 و 5 من عشرة طيب السؤال هو التوقعات دي توقعات مين دي توقعات البنك الدولي وايكونوميست وغيرهم على السنة دي في ظل الازمة الراهنة اللي برضو ما الناس زنب فيها على الاطلاق اللي هي ايه الحرب الاوكرانية الروسية يعني احنا حتى في ظل هذه الحرب هنقدر نحقق معدل النموة ده هقولك والله البنك الدولي بيقول كده احنا بنقول كده اه طبعا احنا بنقول كده احنا اللي شايفين قدامنا الاوراق احنا اللي مين اللي هو احنا مصر الدولة بشكل عام بمؤسساتها المختلف طب البنك الدولي مثلا احنا رشيينه دفعين له عشان يقول الكلمتين دول ودفعين للإيكونوميست ودفعين لفتش اكيد لا يعني كايفين مننا برضو اكيد لا بالعقل كده